موسيقى التقليب يتجول حاجات دي مخلزوري شوية تعيب عايزين نسأل شوية حقيقة أسئلة عن طب الأسنين عن اللسة وعن إزاي قدر السنين إزاي قدر أحافظ عليها وده كل حقيقة النهاردة تكون معنا إن شاء الله ما هي أضرار ومشاكل التي تواجه اللسة طيب عشان نجاوب على السؤال ده لازم الأول نعرف إيه التكوين بتاع اللسة عشان نعرف إيه إم تكون صحية وإم تكون متضرر اللسة عندنا تتكون من جزئين بشكل أساسي يعني حاجة اسمها free gingiva اللي هي بتبقى أول جزء من اللسة ده بيبقى منفصل شوية عن السنة تمام وبيبقى ديبس بتاعه أو العمق بتاعه بيبقى من 2 إلى 3 ملي تمام وتاني جزء بيبقى التاتش الجنجفة الجزء ده بيبقى ماسك على عضم شوية دول جزئين الأساسين غالبا بتوع اللسة طيب إيه بقى المشاكل اللي ممكن تحصل لللسة هاخدك في رحلة بسيطة كده عشان نفهم التساوز بيجي منين ومشاكل اللسة بتبدأ أمنين هي كل القصة بدايتها واحدة هي الإهمال الإهمال إن إحنا بديمدعناه كل ما بنقتلش تأسناننا الأكل بيتراكم وخاصة بيساعده شوية طبيعة الأسنان يعني في بعض الأسنان بيبقى فيه أسنان ماكراودد اللي هي أسنان متزحمة شوية فالمسافات ما بين الأسنان بتبقى طبيعية فبيتكون أكل فالأكل ده بيتراكم بيبقى صعب جدا إن إحنا نوصل تمام الأكل بيتكون فترة كبيرة بيتكون لي أول مرحلة حاجة اسمها ترسيبات أو اسمها البلاك البلاك ده أول مرحلة عندنا من مشاكل اللسة طيب بيعمل إيه؟ هو الفكرة كلها إنه هو بيبقى طبقى رفيعة جدا مليانة بميكروبات ومليانة بكتيريا بتبقى لزقة على سطح اللسة تمام هي الفكرة كلها بقى في نوعية الأكل برضو نوعية الأكل اللي هم ناكله يعني ده في الآخر بيرجع لنا إحنا في استخدامنا الشخصي طبعا أنا قلتلك بطل القصة بتاعتنا هو الإهمال بلا شك الإهمال إحنا اللي بنساعد بيبدأ أو في حاجة بالساعد بس هو يعني طبيعي جدا كل مشكلة أو كل طبيعة أسنان بيبقى ليها طرق معالقة تمام عشان كده أنا قبل الحلقة قلتلك لازم للشيك أب أساسي أساسي الأحماض دي هي بقى السبب معظم المشاكل بتعمل أتاكس بتعمل الهجمات على السنة وعلى اللاسم طبعا بتعمل يعني ضرر كبير جدا بس الضرر ده مش بيبقى لحظي يعني مش معنى أن أنا أول ما أكلت أكله أو مثلا لا الحوار ده بيبقى سنين عشان كده بيقولك هو إهمال الإهمال الإهمال في فترات كبيرة جدا يبدأ الطبقة الرئيئة دي اللي كانت مليانة بكتيريا بتبدأ تتكون تتكلث فتكون لي حاجة اسمها الجير الجير اللي هو بيبقى طبقة السنين ده بيبقى طبقة السنين وبيبقى ممتد تحت شوية طيب محتاجين نعرف الجير إن هو يعني هو هو اللي هنتكلم عليه عموما هو اللي بسبب كل الأضرار يعني جير تمام احنا قلنا تكون الجير هو صغير كان هي معبارة عن تراتبات صغيرة نتيجة إن احنا صدنا أكل فترة كبيرة فتكلث ده علشان إحنا ما غسلناهوش ولا علشان إحنا كاننا بس نتسويتس أو كاننا آه ما هو كل دي أسباب بس هيا الفكرة على مدار كبير يعني على فترة كبيرة الكلام ما بيحصلش لحظي يعني مشوان سنين تأكلت الأكل هيحصل الكلام ده كل لان قصدي يعني أكل سويتس عادي أو أكل حاجات شوكلة مثلا وكده عادي ولا هو أصلا أقل منها ولا ممكن أكلها بس أخسر سنيني ممكن نأكل أكيد إحنا مش نحرم نفسنا نأكل مرة بس نخسر أسناننا نخسر أسناننا طب فينا تكلها باستمرار ولو غسلت سنانها ما هي تكلها باستمرار ده غلط يعني ده شيء خطأ تمام هي لو غسلت أسنانها الضرر هيبقى قل بس ستيل هو شيء ضر تمام نرجع على البطر قصتنا هو الجير 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 ده عشان نفهم إحنا عندنا السنة بتبقى كده واللاسة بتمسك عليها من تحت تمام الجير بيبدأ يتكون في مكان رخم شوية بيتكون ما بين السنة وما بين اللاسة تمام بيبدأ يبقى فيه طرف ثالث الطرف الثالث ده مش حاجة كويسة لا للأسف هي حاجة سيئة جدا بتعمل ضرر للحاجتين لللاسة وطبيعي للسنة لللاسة تعمل حاجة اسمها تراجع اللاسة تخلي اللاسة تلتهب تنزف يعني واعتقد 90% و80% من المرضى بيعانوا مشاكل اللاسة بشكله أو بآخر انا كلها بنعلم مشاكل اللاسة اكيد طبعا طبعا فهي الفكرة كلها على السنة بيبدأ مع الوقت ما اقول لك الإهمال وبزد تغير الجو وتغير الحاجات دي برضو بيفرق برضو معانا اكيد اكيد الفكرة كلها بقى ان هو الجير ده برضو انا قلتلك ايه هنرجع نقول لك جملة دي كتير الإهمال الإهمال الجير ده ممكن اول ما بيتكون بيبدأ ان يشيله ان هو بيتكون تحت اللاسة شوية يعني هو الجزء الظاهر ده بيبقى فيه جزء ممتد ليه تحت طيب هي الفكرة كلها دلوقت ان هو عملي جيب هي دي مشكلة بقى الأكبر اللي بتواجهنا اللي بتخلي أصلا يحصل فيها التهاب من أزباب رقصية جيوب من أزباب رقصية أكيد بلا شك هي الفكرة كلها ان الجيب ده متيجة من الجير ده عمل مسافة تمام وهو مشكلة الجير مش مشكلته كجيب على قد مشكلة المرضى اللي بنتعامل معهم يعني المرضى بيتعاملوا معه ازاي مع الجيوب هي الفكرة ان احنا اجريسف قوي اجريسف قوي في التعامل مع أسناننا بشكل عام يعني بشكل عام اجريسف جدا بمعنى ايه بمعنى ان هي الجيب ده كهوة تمام بيبقى في الاول جيب صغير جيب صغير ما بينسلنا ولاس فيبدأ يتحشر أكل هي الفكرة بقى في الميكانيزم ازاي احنا بنجيب الأكل ده احنا اجريسف قوي احنا عدوانيين قوي يعني احنا لما بنيجي ننظف الأسنان بنحس ان احنا بندخل في عظم أو في حاجة صلبة فيه ناس بتوصل لدرجة انا ممكن دور نفسية طبعا فيه مرضو تقولي انا بستريحش لما ينزل دم يعني هو لو استريح لازم ينازل دم لازم يعني هو لازم ينازل دم هي الفكرة لما ينازل دم دم عناها ايه يعني الفكرة كلها ان هو جيب ده حاجة السنة دي حاجة دليكت حاجة رقيقة جدا هي الفكرة حاجة رقيقة جدا ومش من اللطيف ان اعنا نتعلم معا بابا يعني هي الفكرة كلها انا لما اجريسف معاها واجي انظف اسناني بشكل هدواني شوية هي الفكرة كلها ان هو الجيب ده حيزيت صح نوصل بقى المراحل بعدين ان هو بيحتاج هيدخلت مشاكل ثانية نحتاج لعمليات ان احنا نرجع ازاي الجيب ده وهي المشكلة في الاول كانت بسيطة جدا المشكلة كانت في الاول اهمال يعني هو في الاول كان اكل ترصف شو في وصلنا لايه تمام طب ايه هي الامراض المزمنة اللي بتأثر اصلا على اللسة هي عموما اللسة بتأثر بشكل كبير باي مرض ليه علاقة بالمنع ايه كانسر اي اي امراض وخاصة بقى يعني الجزء الكبير اوي هم مرض السكر مرض السكر مع المرضى اللي بيتوفروا على طول عندنا ان مريد السكر بيبقى معي مهمل يعني ما ينفعش مريد السكر بالذات بيبقى مهمل ليه ان هي السكر بعيدا بقى عن الجير بعيدا عن كل حاجة هو بيعمل تآكل الأربطر اللي مسك السن طبيعي جدا فما بالك بقى ده بالنسبة لمرضى السكر بس مرضى السكر ومرضى الكنسر ومرضى امراض المناعة وامراض المناعة دي صعبة جدا امراض المناعة اكيد طبعا فهي الفكرة ان لازم مرضى السكر دايما دايما يبقى مهمتن بأسنانه مش فكرة بقى لأ عشان يحافظ عليها ان هي الفكرة كلها ان هو مقدر الدرار عنده بيبقى أكو بيبقى أسرع صح تميل طب امتى أول مرة أقدر أعمل تشيك أب هنيجب عين للأطفال امتى أقدر أعمل تشيك أب للتفلي والمفروض كل قدية يعني امتى عمره أقدر أعمل تشيك أب وكل قدية أقدر أعمل تشيك أب هو غالبا أول ما الطفل بيبدأ يسنن عند 6 شهور تمام وبيبقى فيه برضو وبعض النصايح كده بنيبديها الأمهات خوصة الشهور ده بيكون أصلا طلع سنن بيبدأ يسنن بيكون حاجة اسمها تيسنن اللي هو بيبدأ يسنن بتلاقي اللاسة بتاعته ملتهبة شوية بيبدأ يسنن هي الفكرة برضو في النظافة احنا لازم نبدي كم نصيحة كده لأمهات الطفل حتى قبل ما يسنن يعني أثناء الفيدنج أثناء الرضاعة ما ينفعش أبدا 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 إنه هو مثلا الطفل ينام بعد ما يحصل له بعد عميش الفيدنج على طول ما ينفعش لازم نمسح اللاسة بجوز بشاش بقى أي حاجة خفيفة وراته يبقى يعني كده نمسح لسانه ونمسح الجنب نمسح اللاسة قبل ما ينام اللاسة مفهده أنه بعد ما بيهو بيأكل الأكل بتاعه لا قبل ما يطلع له أسنان بتكلم هو لسه ما نفهمه أصدح بعد الرضاعة عموما بيمسح سنانه بس دي يعني جديدة شوية لا مش جديدة هي الفكرة أنه لابن الأم لابن الأم بيبقى مليان سكريات بشكل الجير جدا فده بيبقى مضر جدا للأسة ومضر للطفل بشكل عام آه بحيث أنه خاصة في المرحلات آه أنا بقول لك في المرحلات أنه أو ما يبدأ يطلع أسنان يعني المفروض أن الأم بعد كل الرضاعة أو بعد في الرضاعة أو خاصة لابن قبل ما ينام خاصة قبل ما ينام هي الفكرة برضو يعني مش الأطفال بس إحنا عموما يعني أنا مثلا إحنا فيه ناس طبيعة الشغل بتاعنا بيبقى ممكن طول اليوم بر يعني أنا فكرة أن أنا أخسر أسناني أو أن أنا أمضمض أو زي ما أقولك إزاي أنا أتمل بأسناننا ده مش بيبقى متاح قوي لناس كتير بخلال بقى ظروف شغلهم ظروف العمل الفكرة كلها فيه ناس بتركن أصلا الغسيل ده كتير يعني فيه ناس ما بتهتم مش بغسيل أسناني أنا بقوله المرضى أن أنا عارف أن أنا يعني هو هيتلع متشجع جدا بعد ما يطلع من عندي شهر شهرين وبعدين هيرجع للحياة وهينس اتنامنا كله فلو هتخسل أسنانك عدت ليه استخسلها قبل ما تنام ليه إن إحنا قبل ما ننام السكريات اللي إحنا أكلناها كلنا الأكل المشروبات كل ده بيبقى مترصف وبقنا وبيننام طيب هي أصلا هنا بقى مشكلة بتجبر مشكلة كبيرة جدا إن إحنا عندنا ربنا خلق لنا ميكانيزم معينة للنظافة يعني إحنا لساننا ده بيبدأ على طول ينظف الأسنان يعني فهي الفكر اللسان واقف واللعاب بيبقى مليان سكريات في الفترة اللي فده بيساعد جدا زي ما قلت لك شرحت لك إن البلاك ده بيتكون عليه فبيعمل لي أسدس فبيدمر لي الدنيا الحوار بيبقى صعب جدا فإحنا لو مرة واحدة أتليست بيبقى قبل ما ننام أطفال بقى كبار أي حاجة عموة حتى ذكرت إن البابي اللي هو أصلا لسه بيردع مفوض برضو إنه يهتم برضو لسه بتاعته قبل ما يطلع السنين طيب يعني كيف أسنين الطفل يعني إزاي قدر أحافظها من التساوس وإيه الأطعمة اللي أنا أقدر أتجنبها للطفل بداية طيب هو مش للطفل بس خلينا نتكلام بشكل عام عن الأطعمة أوكي أوكي خلينا طبعا الخضروات والفاكهة وخاصة اللي فيها فائدة بس أنا بيضائع على الطفل اللي لأنه بيبقى الطفل مصمم إنه عايز أكل دي أنا أقدر إزاي إنه المفروض إنه أنا أتجنبه شوي طيب هو ده برضو بمحتاج كنترول من الأهالي فكرة كلها في أكل بيبقى بيساعد جدا على التساوس وفي أكل بالعكس هو بيقلل من التساوس وبيقلل من تكوين الجيل والكلام ده كله زي إيه؟ زي مثلا الفروت الخضروات والفاكهة وخاصة اللي فيها فايبر تمام؟ دي بيساعد جدا دي بيزود وبيساعد جدا في عملية التقليل الجيل والتقليل التساوس بشكل عام عندنا مثلا الألبان الزبادي الكلام ده كله فيه فوسفيت وفيه كالسيوم الكالسيوم ده بيبقى السنة التساوس أول مرحلة من التساوس فكرة إنه هو بيشيل المنغلز بيشيل المعادن القوية اللي بتخلي السنة قوية من السنة تمام؟ هي الفكرة بقى اليوجرد والحاجات والملك والكلام والألبان والكلام ده كله إنه هو بيرجع المنغلز فهو بيبقى شيل قطير جدا عندنا الجرين تي والبلكتي الشاي برضو لطيف جدا الحاجات بقى اللي بتضرر طبعا أي حاجة سويت سامانة تقولي أي حاجة سكريات دي مدررة جدا وأي حاجة ستيكي أي حاجة ستيكي يا مارينا أي حاجة ستيكي أي حاجة بتفضل في بقنا فترة كبيرة يعني يبقى ليه بيانا؟ أي حاجة بتفضل في بقنا فترة كبيرة دي مش بتكون لذيذة يعني؟ دي بيكون بتفضل في السنة متراكمة فترة كبيرة فبتساعد على المرحلة اللي نقولناها تقول للحال طيب أنه لما بقى جيهتم بسنان بيهتم بيهزي فرشة سنان وكده ولا بيبقى عبرها عن إيه طيب هو فيه كده مجموعة من الحاجات اللي هم نعملها بنهتم بأسنانها بشكل عام أولا زي ما أنتو قلت الفرشة بس يعني معظمنا بنستخدم الفرشة بشكل خاطئ شوية أنت بيستخدم الفرشة ازاي يعني ممكن أستخدمها كده أو كده طيب أو كده ده شيء غلط جدا من خطأ جدا ده بالعكس ده هو أضراره أكثر من فايد إحنا لما بنغسر أسناننا كده تمام إحنا بنعمل بلد لأول طبقة إحنا عندنا أول طبقة من الأسنان دي أقوى طبقة عندنا اسمها طبقة المينة المينة أه وهي دي أنا بعتبرها يعني خط الدفاع الأساسي عندنا بشكل عام يعني إحنا لما بنعمل كده إحنا بنبرد أول طبقة بنجحة أول طبقة تمام طيب إحنا بنغسر أسناننا زي بنغسر أسناننا مال إيدينا شوية كده وبنيجي من عند اللاسة وبننزل نص دايرة كده ما بنطلعش ما بنجيش أصلا على اللاسة عالسنة بس هي اللاسة يعني اللاسة خاصة لو اللاسة ملتهبة خاصة لو اللاسة أصلا أنا أقول لك حاجة ديلي كده ما بالك بقى أن هي أصلا ملتهبة فلا يعني هي الفكرة أن احنا بننزل كده ومن تحت برضو نص دايرة الفوق طيب الأطفال الأطفال إحنا هنا عندنا جزئيتين هو يعني طفل على حسب سنه فكرة أن الطفل نخاف أن يبلع المعجول بصي هو برضو من نظمة الصحة العالمية قالت هو لو بيبلع معجول كمية صغيرة جدا أن هي كمية أصلا بتفرق على حسب العمر يعني مثلا هي الفكرة لو الطفل لسه مش قادر أنه هو يقف ويمسك الفورشة والكلام دا كله إحنا ممكن فيه تكنية معين هو بنحط الطفل على رجلينا هو لسه مدارك أنه هو يطريع من كل دا وبنرجع راسه عند الجاست عند صدرينا هنا وبتخلي راسه الوراء وبتبدأ أن تخسيله أسنان إزاي بقى إزاي بنغسل أسنان الأطفال بشكل سيركل بشكل دوائر دوائر صغير طيب الطفل برضو مش حابب فيه أطفال خلاص هو مش حابب أو مش بيسمع الكلام إحنا ممكن نطور شوية من أسلوب بمعنى إيه بمعنى مثلا أن هنخلي الطفل هو اللي يعمل الأب اللي يخسله أسنانه اللي هو تعلم تخسله أسنانه فهو يعني هو بيتدرب وهو خلاص حاسم ديه حاجة أساسية وبابا يعملها وهو في الأول وفي الآخر بيقلت بابا في حاجات كتير قوي ممكن نلعب عليه ممكن نلعب إن احنا أول فرشة للطفل لازم تبقى شكلها يعني لطيف وممكن يبقى فيها لعبة من تحته احنا دايما بنلعب آه بنلعب على المؤسرات من الطفل حاجة تكون بالفتح شوية النظر أو هو حابب إنه يحبها الأول يحبها الأول ودايما نوريه لو ما غسلش أسنانه برضو يعني لازم برضو نعرفه إن هو الحوار مدر اسنانك هالطبوز في سوسة الحاجات دي طبعا 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 إمتى كل فترة أقدر أغير الفرشة الأسنان بتاعتي بصي هو بشكل أساسي كل ثلاث شهور طيب هل تلاث شهور ده شيء أساسي يعني أنا مثلا لو قيت الفرشة بتاعتي أنا حاسس هي الفرشة بكامل حاجة اسمها بلوسل هي الأهداف أو الشعارات بتاعت الشعارات دي بشكلها وبآخر بتبدأ مع الوقت بتبدأ إن هي تضعف وبتبدأ مع الوقت إن هي بتبقى خلاصة هي لو بقابل ثلاث شهور أصلي ثلاث شهور يعني على حسب برضو المنتج ولا حسب الفرشة بس هو غالباً ثلاث شهور بشكل عام ثلاث شهور ده بالنسبة للكبير أو للصغير بالنسبة لكل المرض اللي لسه بيجي الوقت وبيكون قابل للشفاء بص يوه إحنا عندنا كل حاجات كل أمراض طب الأسنان لنقابلها للشفاء يعني معظمها تقابلها للشفاء بس هي الفكرة في أن الضرر اللي بيبقى واصل هو اللي بيبقى مرتبط بالنهاية قابلة للشفاء بعد قد إيه يعني زي ما كنت بقولك الجيوب دي من أصعب يعني من الحاجات اللي هي للرجوحها بيبقى صعب شوية يعني هو سهل جداً إن هي يحصل جيب وإن أقولك إحنا أجلست معها بس بيبقى صعب شوية بس هي الفكرة كلها آه طبعاً أكيد إزاي؟ إحنا عندنا زي ما قلت لك إن عندنا حاجة اسمها جير تمام؟ وإن الجير ده هو هو اللي فاصل ما بين السنة واللسة وهو اللي عامل كل الاتهبات وهو اللي عامل كل المشاكل تمام؟ إحنا الفكرة كلها أول مرحلة عندنا حاجة اسمها كحت جير يعني إيه أمرينا؟ كحت جير ده أنا بنشيل الجير اللي على الأسنان كلها واللي في الحد المسموح بيه إن أنا أقدر أشيله تحت اللسة تمام؟ طيب إحنا شلنا الجير شلنا بقى السبب هو الجير ما هو الجير ده قاعد فترة كبيرة في أسناننا عمل إيه زي ما قلناه؟ عمل جيوب وعمل برضو تصبغات وستينز وصبغات كتيرة على أسناننا وخاصة مع المدخنين يعني الصبغات بتاع المدخنين بتبقى كتيرة جدا طيب إحنا شلنا الجير بعدها بقى عندنا مشكلة كبيرة هي الجيوب اللي موجودة تمام الجيوب دي بنبدأ ننظفها بشكل يدوي تمام؟ وبنبدأ نحط فيها حاجة سماليجيشن ننظفها وبنحط فيها مدودات حيوية معينة بحيث إن إحنا بنقدر نشيل كل الاتهبات ويبدأ الموكد بتاعنا يبقى أساسه لسة صحيحة تمام؟ وبعدين نبدي بعض التعليمات وبعض الحاجات اللي يقدر يمشي عليها عشان الجيوب دي يقفل معلوعة طيب إحنا برضو عايزين نعرف أكتر عن الجير وعايزين نعرف إيه هو الجير برضو بمعلومات أكتر وكيفية علاجه وتأثيره على اللسة يعني بيئة يعني تمام عايزين برضو شكل أوضح لأنه هو موضوع الجير ده طبعا أكيد فيه كلام كتير أكيد أكيد عايزين برضو نعرف إيه التأثير على اللسة نفسها طيب إحنا قلنا الأول هو بيكوما بين السنة وبين اللسة تمام هو بقى المسؤول عن معظم الأضرار اللي بتحصل في السنة إيه زي تراجع اللسة وتراجع اللسة ده بيصحبه شيء مش لطيف خالص إن إحنا عندنا ربنا خلق السنة تربوش فوق وفيه جدر تحت الجدر ده ربنا خلق إنه هو بيبقى محمي على طول بلسة ومحمي بعضم فهو مش مهيئ إنه هو يتعرض لكل المتبايرات أنا عايزة أعرف الجير ده حاجة مفيدة لي ولا هي حاجة موزيحة يعني أنا قصدي يعني فيه ناس بتقول لما بتكحاتي بتشيل المينة هيا المينة دي ليه علاقة بالجير ده بالطريقة اللي انت عملتها دي لو عملنا كده آه هنشيل نكحة المينة آه دي ليه ألا غلط لا لا الجير ملوش علاقة الجير بيبقى تحت ما بين السنة وما بين اللسة ملوش علاقة بالعكس إحنا لما نجي نشيل وإحنا بنحافظ على السنة إحنا بنظهر بقى اللسة بنظهر اللسة ونحاول نتعالج مع هو عمل إيه وهو بقى له فترة قد إيه تمام؟ بقولك مشكلة تراجع اللسة دي بكشاف لي جدر والجدر ربنا خالقه إنه هو مش محمي أو إنه هو يبقى يعني متعارض لكل التغيرات اللي بتحصل فالحساسية بتزيد جدا لما بيحصل تراجع في اللسة إن الجدر بقى مكشوف تمام؟ عندنا نلاسة بدأت تنزل عندنا بدأت تنحسر وبدأت مستوها ينزل شوية عندنا بقى مراحل أكبر شوية لو إحنا بقى الإهمال ده فوضل معنا كبيرة إحنا كل ده كنا وقفين عند النلاسة بتبقى ملتهب بس طيب الوقت كيبر معنا والجيب فوضل فترة كبيرة جدا بيبدأ يأكل في العظم طيب أكل في العظم الجيب بقى كبير جدا بقى عندنا احتمالين إما ميكروبات تبدأ تدخل تحت السنة وتبدأ نحتاج السنة بعدين من لحش وعصف أو إن هي السنة تبقى ضعيفة وتتحرك طيب أنا برضو عايزة أسأل لحديك آخر سؤال في فقرتنا طبعا الوقت بيجري بسرعة وإحنا عايزين أسئلة كتير نعرفها ما هو الجديد في عالم تجميل الأسنان؟ بنسمع عن حاجة اسمها فينيرس وبنسمع عن التبيض وعن الحشو التجميلي وعن الزراعة وعن حاجة اسمها سناب أون جديد زي ما انت قلتي الفينيرس والسناب أون الفكرة كلها إن هو دلوقتي الانتجاه كله بقى الاساتيكس لاتجاه كله للحشوات التجميلية والتجميل ومعظمنا دلوقتي كلها حتى يجي العادة دكتور عايز هلوديو سمايل فالفكرة كلها دلوقتي إن إحنا بقى عندنا حاجة اسمها سناب أون سناب أون ده لو حتى مثلا عنده حدث مهم أوي أو ما عندوش وقت كبير إن هو يقدر يتابع معنا إن إحنا نقدر نعمل البداية السابتة فالسناب أون ده بيبقى حاجة متحلقة بتلبسيها وانت رايحها منازمة الجنز دي أول عدسات اللاصقة بالعربي دي بتبقى لطيفة جدا دي بتكون دايمة أه بيكون دايمة دي بتكون دايمة أول سناب أون بيكون متحلقة عدسات اللاصقة دي بنبدأ نركبها على الأسنان بتدي شكل جميل جدا ودي معظم الموثلين ومعظم الناس بتعملها والطبيط زي ما قلتلي كان عندنا كحت جير وعندنا تنضيف بيوب وعندنا حاجة اسمها تلميع اللي هو منشيل السبغيات اللي عملها الجير آخر مرحلة بقى حاجة اسمها البليشنج وهو الطبيض إن احنا بايد الأسنان زيادة عن طبيعتها يعني احنا كل المراحل اللي فاتت دي احنا بنرجع الأسنان لشكلها الطبيعي اللي هو زي ما ربناك كل حاجة من دول بترجع برضو لتشخيص حالة المريض طبعا طبعا وفي حاجات اللي ينفع على مرضه آه ما تنفعش مع مرضه تنين طب هو للأسف إن احنا برضو وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة والوقت عدى بينا بسرعة في حوارنا مع الدكتور محمد حسن اللي استفدنا منه بمعلومات كتير جدا وجديدة منه ونفسنا إن احنا ناخد منه معلامات أكتر وأكتر نحب نشكر الدكتور محمد حسن شكرا لك يا دكتور شكرا لك يا دكتور على وجودك معنا النهاردة ونحب نشكر مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان وانتظرونا في الحلقة القادمة جديدة من برنامجكم عالم مارينا شكرا لكم